اشتركوا في القناة لأسرة الرئيس الراحل حسني مبارك كان قد صفح حفيد الرئيس الراحل حسني مبارك وجمال وعلاء مبارك وفي هذه اللحظات بعد أن شارك الرئيس وتقدم كبار المشيعين صفح الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وغادر السيد الرئيس قبل قليل مكان الجنازة العسكرية شكرا سيادة الرئيس شكرا ابن مصر العظيم شكرا ابن مصر وابن الأصول شكرا لكل واحد شكرا لحضرتك شكرا لسيادتك مش عايزة أقول لحضرتك لما الناس شافت الرئيس في الجنازة الناس بعتلي رسائل إيه مش عايزة أقول لحضرتك مشهد طبعا كبار الوفود وفودة عربية ودكتور علي عبد العال ولتقديم واجب العزاء لأسرة الرئيس الراحل حسني مبارك مرة تانية بنعيد لحظة وصول السيد الرئيس إنه مشاركة كبيرة من الرئيس مشاركة السيد الرئيس وطبعا في تقدم الجنازة العسكرية ومصافحة حفيد الرئيس الراحل جمال مبارك علاء مبارك مشار عدلي منصور ويقف السيد الرئيس وعلى يمين مشار عدلي منصور على سيري الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وبجانبه علاء مبارك وبجانب علاء جمال وبجانب جمال حفيد الرئيس الراحل نجل علاء عمر وبجانبه الفريق أول صدقي صبحي ثم الدكتور علي عبد العال وعدد كبير زي نقول لحضرتكم من المسؤولين السابقين والحاليين شكرا الرئيس عبد الفتاح السيسي شكرا بجد هذه الصورة واللقطات ومراسم الجنازة اليوم تنم عن البلد تنم عن صاحب القرار تنم عن قرار يتعلق بواحد ممن خدموا في جيشنا العظيم وكان أحد قادة وأبطال نصر أكتوبر العظيم واحد وعشرين طلقة من المدفعية مع بدء المراسم تكريما للراحل حسني مبارك الرئيس الراحل حسني مبارك إذن مع انطلاق الجنازة بنعيدها مرة أخرى الجنازة العسكرية هناك واحد وعشرين طلقة أطلقت لتكريما وتقديرا لواحد من قادة نصر أكتوبر العظام وحملة الأوسمة والأنواط كانوا يتقدموا أيضا الجنازة العسكرية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع كبار رجال الدولة مع قادة قوات المسلحة مع ابناء ابني نجلي الرئيس الراحل حسني مبارك تقدير كبير سيادة الرئيس تقدير له معنى تقدير من سيادتك كل الناس بتشكر حضرتك على هذا التقدير وهذا الحضور وهذه المشاركة الكبيرة التي تؤكد الدولة المصرية لا تنسى ابناها على الإطلاق لا تنسى ابناها على الإطلاق الآن ربما أوشكت أوشكت المشاركين في الجنازة في تقديم واجب العزاء لأسرة الرئيس الراحل وبعد قليل سيتم نقل الجسمان إلى المقابر وهنتبع مع حضرتك أيضا من المقابر هنحاول نشوف زي منا القليوب اللي موجود هناك ترجمة نانسي قنقر